الحقيقة استمتعت مبارح على المصاري الشخصي بحوار هايل للكابتن إسلام الشاطر اللي بنقول له حمد الله على السلامة حب يرجع ببداية قوية برجع وفي إيده بيرستاو عمل حوار شيك جدا مع بيرستاو واللي كان أكثر اللي أضاف متع على الحوار حضور الطفل مهند من زاو الهمم حضور الحوار لأنه كان طلب من أمنياته إنه يشوف بيرستاو فالحقيقة قد كده كان الحوار ممتع جدا بنحاية كابتن إسلام علي بنقول له الحمد لله على سلامتك واستمتعنا ببيرستاو اللعب اللي الحقيقة أدهش الناس كلها ما في حد تعرض للتحليل إلا واتكلم على بيرستاو بنوع من الإشهادة الكبيرة اللعب اللي أخذ العين من أول طلق الكابتن أحمد حسن الصق كان له رأي في بيرستاو في قناة أون تايم سبورتس نشوف لعب صاحب إمكانيات كبيرة جدا عنده سرعة وخفة وقوة ومهارة وبان كمان في الهدف الأول اللي هو جابه أنه يجب أن يحط جسمه بشكل قوي وبعد كده بيستخدم المهارة بتاعته وبعد كده بيستخدم المهارة بتاعته تاني ويجليل اتنين شغالين بشكل كويس فأعتقد مكسب كبير للنادي الأهلي خمس أهداف في المباراة اللي هتبقى فيها صعوبة قدام فاء قدام النادي الأهلي فيها ضغط على النادي الأهلي أعتقد أنه كمان هيبقى في كونتاكتت يفيد النادي الأهلي بشكل كبير فأنا أعتقد أنه يستحق النريض يكون رجل مباراة وأعتقد أنه ده استكمالا للمباراة اللي عبها قبل كده كلها انه فعلا لعيب مفيد صنق ألعاب جيد هداف جيد عنده رؤية أنا أعتقد أنه مكسب كبير لندلان كلام فني وتحليل فني وتقدير يستحقه اللاعب وحتشوفه مجموعة الخبراء بتتليهم وأسماء كبيرة جدا كيف رأت هذا اللاعب الذي قدم أوراقه من الظلوه للأولى كأحسن ما يكون التقديم ولكن أستاذ إبراهيم أنا أخاف قوي من حجم توقعات اللي بنحطها على اللاعب يعني مش عايزين تتصوروا أن كل ماتش لان مشوف جون زال اللي جابوا في الزمالكة وجابوا في المحلة وإلا يبقى بيرسي تاو تراجعوا بيرسي لا هو عنده إمكانيات بينه وبإذن الله ربنا وفقه ويمتعنا بس إيه خلي توقعاتك على أرض الواقع كما تكون كرة القدب في العالم كله اوعى رأي الصقر ورأي بقية النجوم اللي هتشوفوهم ينسيكم اللي قالوا أنه بيرسي تاو صفقة مضروبة والأهل جابوا مصاب والأهل ضيع فلوسه وليه مضىها أربع سنين ومعقولة كده وما فيش الناس دي لازم أن تتحاسب الناس دي فلوسها لازم أن تروح لتاحية مصر كل الكلام تقال على صفقة بيرسي تاو فأوعى كل الإشهادات تنسيكم ما سبق عشان تشوفوا الكلام المسبق لا الكلام المسبق بيبع عامل ازاي؟ رجما بالغيب رجما بالغيب الكابتن أحمد عمر الخلوق المهزب المحترم نشوف رأيه محمد عمر محمد عمر هو لعيب الحقيقة عنده ثقة في نفسه عالية جدا تحركاته خطيرة جدا عنده الصرعة عنده المهارة عنده القوة هداف بالفترة بيتواجد في المكان المناسب وده شيء مهم جدا لاعب له شكل مختلف داخل الملعب كمهاجم غير تقليدي لكن هداف في نفس الوقت يعني مهاجم غير تقليدي يعني مش المهاجم اللي احنا متعودين عليه داخل الصندوق طويل وبيلعب بدماغه ومحطة لا ده رجل عنده هدف هو المرمى يعني رايح على طول على المرمى عنده ثقة انه هيجيبه الجون حتى لو فادي يحيوت بيقدر الاتنين بنفس الإيجادة عشان كده بيقولوا هم مهاجم مختلف يعني الاتنين بيلعبهم سواء عشرة أو تسعة بيلعبهم بنفس الإيجادة وده شيء من الصعب جدا انك تلاقيه في مهاجم مثلا طويل بيلعب بدماغه كويس انه ممكن يلعب تحت المهاجم الأساسي فهو الحياة متميز في الحتة دي وإلا لم يكن وكنا بنتكلم أنا وكابتن أحمد بيلعب في إنجلترا ازاي يعني فهو لاعب الحقيقة لاعب متميز جدا ولاعب متكامل لمس نقط مويمة جدا كابتن محمد عمر انه بيلعب تسعة وعشر يجيد هنا ويجيد هنا ودايما مواجه للمرمة وده الفرود اللي بشكل خطورة المهارة الفردية لما بتواكب السرعة والتحرك السليم بتبقى حلول فيه مطشات معينة يعني ويقدر يلعب في المطشات اللي فيها مساحات وايضا يكون حل في المطشات المعقدة اللي فيها تكتلات بما يملكوا من مهارات مراوغة مهارات مراوغة وكده فيعني ده جانب آخر ولكن حمادة صدقي كيف ارى؟ الاندية كبيرة الفرقة كلها بتلعب زوندفنس قوي جدا لكن بيرستاو قدر يحل مشكلة بلعب راس حربة بلعب طرف من أطراف الاندية الكبيرة بتشتري لعيبة غالية ليه؟ كواليتي عالي لعيبة منتخبات لعيبة بتلعب على مش دوري عام بس دوري وافريقيا وكاس العالم للاندية صحيح فلازم تختار لعيب زون وصفات خاصة هل بيرستاو هو لعيب السوبر للأهلي كان بنتظره؟ طبعا بيقدر بشكل كويس جدا يعني كل ما بينزل بياخد لقطة كويس قوي بيسجل مراوغاته بيحل زي ما قلت لك التكاتلات الدفاعية هو بيعرف يحلها كويس جدا وده مهم ده مهم لما تقابل فرق بتلعب زوندفنس بيقفل لك الملعب بشكل يخنق طيب كابتن حماده بيؤكد تقريبا على الكلام اللي قاله الكابتن محمد عمر انه بيضرب تكاتل للمنافسين بيضرب تكاتل بيلعب اكتر من المركز وبيدعش الكلام تقريبا يعني وبيكون حل للمطشاط المعقدة المتكتلة ولكن طبعا حسن مسيكاول له رأي تاني طبعا لاجم يتاخد رأي المعلم رأي حركت بيرستاو يلغبط أي خصمه قدامه بيرستاو سريع حركته سريعة جدا والهدفين اللي جابهم منهم الهدف الأول بتاعه يعني في السموحة عملوا قبل كده برضو اللي هي الترئيصة اللي رأس فيها ثلاثة لعيبة يعني بسرعة بحركة وخفة ورشاقة بعدين عنده ثقة وفي نفسه يعني وعارف طريق جون لكن دكة الأهلي قوية وأكبر دليل على قوتها اللي حصل في ماتش سموحة الأهلي يعني 18 ست كان بونت 18 بونت أحسن بداية لي من سنين الدوري سنجح يخلص بدري ولا ما صفرت الحاكم لا ممكن يخلص بدري ممكن يعني ممكن يخلص بدري طبعا ممكن طبعا يعني هو الكابتن حسن ما اكتفاش بالإشادة بقدرات بيرسي تاو لكن ربطها بالبداية بتاعت نادي الأهلي قال دي أحسن بداية للنادي الأهلي من سنين وله رأي ربنا يسطر مش عايزين إنه ممكن دا يريحنا في مشوار الدوري ولكن أستاذ براهيم كان مبسوط من الحلقة المميزة بتاعة حبيبنا وصديقنا ربنا دي له الصحة إسلام الشاطر والبداية والأروع ولكنها تضمنت أيضا بجوار إن قدمت لك بيرسي تاو لقطة إنسانية استكمالا للقطة الأسبوع اللي فات لأحمد طارق طيب ربنا خلي أطفالنا ونشوف شغفهم بالكرة وكيف يستفد من هذا الشغب في غرس مفاهيم القيم الرياضية السليمة والانتماء الحقيقي للأندية والمنتخبات والوطن كلها قيم متصلة ببعضها ولذلك أنا ببقى منزعج جدا لما أشوف نمازج بتصدر لنا يعني قدوة سلبية أو بتصدر لنا قيم سلبية لأننا عارف قد إيه شغف أطفالنا بكرة القدم ونقدر نستفيد من كرة القدم إزاي في خلق المواطن الصالح ولكن